أحب أن أؤكد أن المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية والقنصلية والسفارة تبذل الجهود للبحث عنه يبس ريق السفير السعودي في تركيا وهو يحاول أن يبعد شبح تورطه وتورط سلطات بلاده في تصفية مواطن سعودية دخل السفارة التي يفترض أن تؤمنه حتى لو كان معارضا خطوة السفير رفقة مراسل رويترز في بعض المكاتب وهو يفتح بعض الأدراج ليثبت عدم وجود الصحفي جمال الخجقج فيها بدت للبعض قارنة للجريمة لا وعي السفير السعودي يشير إلى شيء من الحقيقة أو هو يتعامل ويسلم برواية السلطات التركية فالبحث في الأدراج عن شخص لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان مقطعا كما تقول الجهات الأمنية التركية مقتل خجقجي أصبح حقيقة وهو أمر مرعب فعلا ولكنه ليس أكثر رعبا من طريقة قتله رئيس رابطة الإعلام العربية التركية توران كيسي الكاجي وصديق الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي نقل لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تأكيد خمسة أشخاص شاركوا في التحقيق التركي بأن خاشقجي قتل وقطعت جثته وأن عملية القتل تم تصويرها من قبل فريق سعودي مكون من خمسة عشر فردا بينهم مسؤولون وصلوا أخيرا إلى تركيا بنية إسكات خاشقجي لم يتخيل أحد أن خاشقجي سيحدث له هذا في سفارة بلاده تماما كما لم يتخيل هو ذلك كونه الرجل العقلاني والهادئ والنصوح ولكنه قد يكون استراب بعد أن زار سفارة بلاده في مرة أولى وقدم له موعد ثاني لإتمام إجراءات إدارية خاصة به فبدى محتاطا ولكن بأقل ما يكفي فقد سلم هاتفه لخطيبته على أن تنتظره خارج السفارة وتتصل بالأمن في حال تأخر وهو ما حصل وقد يكون الأمر أربك الفريق الأمني السعودي وحاول إنهاء المهمة وإن تطلب الأمر جريمة بحجم جرائمهم في اليمن والوطن العربي والأكثر فضاعة كون الضحية مسالما ليس بينه وبينهم إلا حجة الكلمة تأخر الإعلام السعودي والموالي له في تناول خبر خاشقجي منذ دخوله السفارة قبل أيام إلى صباح اليوم الأحد وتناول الأمر فقط بأن السفير ومحمد بن سلمان ينفيان دون الانتباه إلى أنهما لم يدين حتى عملية قتله ولم يشجب أو يطالب بالفاعل وبدى تعاملهم مع الأمر مربكا كما هو حال السفير في هذا الفيديو والأكثر إرباكا تصريح السفير بأن كاميرات المراقبة لا تعمل هل يصدق أحدكم هذا؟ ترجمة نانسي قنقر